وعشان النادي الاهلي كيان كبير ويستقطب دائما الكيانات الكبرى يعني في أشكال مختلفة للتعاون المشترك عايزيبا نتكلم عن النادي الاهلي اللي هيعقد مؤتمر صحفي النهاردة الساعة واحدة الظهر إن شاء الله بمقارن نادي الاهلي بالجزيرة ليه بقى حضرات للإعلان عن الراعي الثالث هذا الأمر هيحصل إن شاء الله بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس إدارة شركة جي أل سي اللي حترعى النادي لمدة أربع سنوات قادمة إن شاء الله طبعا هيشارك فيه المؤتمر الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة وعدد من اللعيب الفريق الأول هيشارك كمان كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي في النادي وأكيد هيحتر برضو مجموعة كبيرة من اللعيب فرق النشاط الرياضي المختلفة كان النادي الاهلي قام خلال الأيام اللي فاتت بتنظيم حفل توقيع عقد الرعاية بين النادي وبين شركة اتصالات مصر الرعي الرئيسي والشريك التكنولوجي ثم بعدها أقام النادي الأهلي حفل توقيع الرعاية مع بنك أبو ظبي الأول مصر والنهاردة إن شاء الله قناة الأهلي أكيد هتكون مع حضراتكم لحظة بلحظة عشان نتابع كلنا تفاصيل هذا الحدث الكبير بس حلو جدا كمان تيجي تتكلم عن كيان النادي الأهلي تاريخيا كي الرعاة بتوع أسماء كبيرة يعني ما فيش رعي مثلا النادي الأهلي ارتبط اسمه به إلا لما كان حاجة طليق بهذا المستوى وهذا الكيان اللي هو كيان كبير جدا فالسبونسرز كلهم أو الرعاة كلهم فعلا رعاة محترمين جدا يعني على كل الأصعيدة فجي أل سي من الشركات الكبرى في الكبريات في مصر ومختلف أنحاء العالم يعني فمبروك صفقة زي ما بتقالي كريم وين وين سيتيواشن حاجة محترمة أن هي تتم وأكيد عشان صفقة زي دي تتم أو راعي زي ده ينضم معنا كان فيه شغل من جانبهم وكان فيه شغل كويس من جانبنا بتوفيق إن شاء الله ومزيد كمان من الصفقات المهمة على الجانبين واللي طليق بحجم النادي الأهل